دمشق مدينة الحب ولياسمين تواصل للعام الخامس على التوالي بقاءها ضمن المدن الأسوأ معيشياً وأمنياً في العالم بتتذيل هذا العام التصنيف العالمي في ظل تفشي فيروس كورونا العاصمة السورية وبحسب التقرير السنوي لوحدة الدراسات في مجلة The Economist البريطانية تأتي في المرتبة الأخيرة معيشياً والأولى بين المدن الأقل كلفة للمعيشة هذا العام التي يروج لها أعلام نظام متهكمين ومتفاخرين بانخفاض تكاليف المعيشة الأمر الذي يعتبرونه متناقضاً لتقارير صادرة عن برنامج الغذاء العالمي لأن غالبية السوريين يعانون عداماً في الأمن الغذائي نشر نصف الخبر من الدراسة لا ينفي ترد الوضع المعيشي الذي يلاحق الناس من أزمات متوالية كالخبز والمحروقات وكثير من المواد الأساسية ولا يمكن أيضاً تجاهل ارتفاع قيمة الدولار الذي وصل لحدود ثلاثة آلاف للدولار الواحد وسط إهمال واضح من قبل النظام في إيجاد حلول مجدية لتحسين معيشة الناس القاطنين في مناطق سيطرته يعيش الناس المعادلة الصعبة بحسب وسائل إعلام النظام ففي أرخص مدينة في العالم لا يستطيع الناس تأمين حاجيتهم الرئيسية التي باتت رفاهية في معظمها فتأمين الموازوط للتدفئة ربما أصبح حلماً لا يقدر عليه إلا قلة معدودة من المحسوبين على النظام بالتوازم عن تشار فيروس كورونا الذي زاد من معاناة الناس مع تفشي الفقر وكورونا في مناطق النظام وزيادة الأعباء الاقتصادية على الناس يبقى النظام متمسكاً بإنكار الواقع والسير عكس متطلبات الناس التي هي تأمين القوت اليومي والعيش في كرامة بعيداً عن الخوف من المستقبل